استدعت وزارة الخارجية اليوم السفير الكويتي لدى إيران على خلفية الاعتداءات التي قامت بها جموع من المتظاهرين باقتحام السفارة السعودية في طهران والاعتداء على قنصليتها في مشهد فيما استدعت السفير الإيراني المعتمد لدى الكويت لتسليمه مذكرة احتجاج بهذا الشأن وفي السياق نفسه استدعى نائب وزير الخارجية خالد اسليمال جار الله السفير الإيراني لدى الكويت علي رضا عنايتي وسلمهم مذكرة احتجاج خطية أكدت على شجب دولة الكويت لهذه الاعتداءات السافرة كما طالبت إيران بضرورة احترام التزاماتها الدولية تجاه البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها وحماية أطقمها الدبلوماسية يأتي هذا فيما يعقد وزراء خارجية دول الخليج جلسة استثنائية في العاصمة السعودية الرياض السبت المقبل لتدارس تداعيات حادثة الاعتداء